مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سألخص لكم اليوم أحداث المسرحية الشهيرة روميو وجوليات لعبقري الأدب الإنجليزي ويليام شيكسبير والتي عرضت على المسرح لأول مرة عام 1597 تبدأ المسرحية بتقديم الجوقة الموسيقية لعائلتين متناحرتين من مدينة فيرونا الإيطالية عائلة كابولت وعائلة مونتاكيو في يوم صيف حار يتقاتل الشباب من العائلتين حتى يتدخل أمير فيرونا ويهدد بطردهم بعد فترة وجيزة يخطط رئيس عائلة كابولت لإقامة حفلة هدفه هو تقديم ابنته جوليات إلى كونت يدعى باريس يسعى للزواج من جوليات يسمع روميو ابن مونتاكيو وصديقاه بن فوليو ومركوشيو عن الحفلة ويقررون الذهاب إليها متنكيرين يأمل روميو أن يرى حبيبته روزالين في الحفلة بدلا من ذلك وأثناء وجوده هناك يلتقي بجوليات ويقع في حبها على الفور يتعرف تيبولت ابن عم جوليات على أولاد عائلة مونتاكيو ويجبرهم على المغادرة في نفس الوقت الذي يكتشف فيه روميو وجوليات بعضهم البعض يقترب روميو من منزل عائلة كابولت للتحدث مع جوليات عندما تظهر من نافذتها يعلن الزوجان حبهما لبعضهم البعض ويعتزمان الزواج في اليوم التالي بمساعدة ممرضة جوليات يرتب العاشقان للزواج عندما تذهب جوليات للاعتراف في زنزانة الراهب لورنس هناك يتزوجان سرا بعد الزواج السري يرسل تيبولت ابن عم جوليات رسالة إلى روميو يتحداه فيها للمبارزة يرفض روميو القتال وهو ما يغضب صديقه ميركوشيو الذي يقاتل بعد ذلك تيبولت يقتل ميركوشيو بطريق الخطأ بينما يتدخل روميو لوقف القتال في حالة غضب يلاحق روميو تيبولت ويقتله فينفيه أمير المدينة تشعر جوليات بالقلق عندما يتأخر روميو على مقابلتها ثم تعرف عن الشجار وموت تيبولت ونفي روميو يرتب الراهب لورنس أن يقضي روميو الليلة مع جوليات قبل أن يغادر إلى مانتوا في هذه الأثناء تحزن عائلة كابولت على تيبولت لذلك يؤجل اللورد كابولت زواج جوليات وباريس إلى اليوم التالي يشعر والد جوليات بالغضب عندما لا تريد جوليات الزواج من باريس لكنهما لا يعلمان شيئا عن زواجها السري من روميو يساعد الراهب لورنس جوليات من خلال إعطائها شرابا منوما يجعلها تبدو ميتة عندما يصل ضيوف حفل الزفاف لتحية جوليات في اليوم التالي يعتقدون أنها ماتت يرسل الراهب رسولا ليعلم روميو بخطة جوليات ويطالبه بالحضور إلى نصب عائلة كابولت لإنقاذ زوجته النائمة لا تصل الرسالة المهمة إلى روميو في الوقت المناسب بسبب الطاعون المتفشي في المدينة ولذلك لم يتمكن الرسول من مغادرة فيرونا عند سماعه من خادمه أن جوليات ماتت يشتري روميو السمة من صيدلية في منتوى يعود إلى فيرونا ويذهب إلى القبر حيث يفاجئ باريس الحزين على جوليات ويقتله يشرب روميو سمه ويموت بينما تستيقظ جوليات من غيبوبتها تعلم ما حدث من الراهب لورنس لكنها ترفض مغادرة القبر وتطعن نفسها يعود الراهب مع الأمير وعائلة كابولت ووالد روميو الذي ماتت زوجته مؤخرا وفاة روميو وجوليات تدفع العائلتين إلى عقد السلام بينهما كما تعيدان بإقامة نصب تذكاري لروميو وجوليات أتمنى أن يكون ملخص روميو وجوليات قد أعجبكم وألقاكم في حلقات مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر